الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلا نزالوا في شرح كليات كتاب القضاء ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكليات العشر في هذا الدرس فنقول وبالله التوفيق كلما كان القاضي أجمع للشروط المعتبرة شرعاً كلما كان القاضي أجمع للشروط المعتبرة شرعاً كان قضاؤه أتم وأكمل كان قضاؤه أتم وأكمل وأعيدها مرة أخرى أقول وبالله التوفيق هذه الكلية المباركة تتكلم عن شروط القضاء أو القاضي وهذه الشروط قد قسمها الفقهاء إلى قسمين إلى شروط لا بد من توفرها في من يتولى القضاء فلو اختل شرط منها فإن قضاءه أو توليه للقضاء لا يجوز وشروط أفضلية كمالية إن وجدت فمغنم وإن لم توجد فليس في فواتها مغرم فمما نص عليه الفقهاء أن يكون القاضي بالغاً وهذا من الشروط التي لا بد من توفرها وذلك لأن غير البالغ إنما يطلب له الولاية عليه والقضاء ولاية على الغير والمتقرر في القواعد أن فاقد الشيء لا يعطيه ومن الشروط كذلك أن يكون عاقلاً وهذا لا نريد أن نتكلم عليه كثيراً لوضوحه ومن الشروط أيضاً أن يكون حراً لأنه يطلب في منصب القضاء الكمال في التصرفات والعبودية نقص في الإنسان ومن الشروط أن يكون ذكراً فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم أو قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والقضاء نوع من الولايات ومن الشروط كذلك أن يكون مسلماً فلا يجوز أن يمكن الكافر من القضائب في البلاد الإسلامية ولأن الكافر أصالة غير مأمون على الدين فكيف يعتمن على القضاء بالشرعي وأداء الحقوق في حق غيره ومن الشروط كذلك أن يكون عدلاً في الظاهر فلا يجوز أن يتولى الفاسق القضاء لأن الفاسق أصالة غير مقبول الشهادة ومن لم يكن مقبول الشهادة فلا يكون مقبول القضاء ومما نص عليه الفقهاء كذلك أن يكون القاضي بصيراً وضد البصير الأعمى وهذا من الشروط الكمالية التي لا تتعلق بصحة أصل الولاية وذلك لينظر في الخصوم ويتعرف على الشهود ولا يحتاج إلى غيره ليكتب له وحتى لا يخدع في مجلس القضاء بسبب كونه أعمى ولكن لو تولى القضاء رجل أعمى فإن قضاءه صحيح في الأصح فهو من الشروط الكمالية وليست من شروط الصحة ومن الشروط كذلك أن يكون ناطقاً وضد الناطق الأخرس وهذا في الأصح عندي ليس من شروط الصحة وإنما من شروط الكمال والأفضلية فإذا قدر أن أخرساً تولى القضاء وكان مجتهداً عالماً فقيهاً بأمور القضاء فإن كونه فاقداً للنطقي ليس بمسوغ لرفض قضائه إذ يمكنه التعبير بالإشارة لمن يفهمه ويكتب عنه هذه الإشارة ومن الشروط كذلك أن يكون سميعاً وهذا في الأصح عندي من شروط الكمال وليس من شروط الصحة فلو أن الأصم تولى القضاء وكان فقيهاً عارفاً بأمور القضاء فإن قضاءه صحيحٌ وولايته صحيحة لا سيماوى أنه يستطيع معرفة الحجج والنظر في البينات إذا كانت مكتوبةً لعدم قدرته على السمع ومن الشروط كذلك أن يكون مجتهداً ولو في مذهبه وهذا أيضاً من الشروط الكمالية عندي فإنه لو تولى القضاء من يقلد غيره في أقضيته لكان قضاءه صحيحاً إلا أنه لا ينبغي ترك المجتهد إذا كان موجوداً متوفراً ولا يطلب في القاضي أن يكون مجتهداً اجتهاداً مطلقاً بل نقبل الإجتهاد ولو كان في مذهبٍ فقهيٍ معينٍ من المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة ومما نص عليه الفقهاء من شروط الكمال أيضاً أن يكون قوياً من غير عنف لأن القضاء فيه إلزامٌ بالأحكام فلا ينبغي أن يكون القاضي ضعيفاً يتسلط عليه الخصوم وأن يكون ليناً في غير ضعف حتى لا تكون شدته وقسوته مخيفةً للخصوم من الإدلاء بحجتهم وإظهار بيناتهم وأن يكون حليماً في مجلس القضاء حتى لا يحمله حتى لا تحمله الخصومة في مجلس القضاء على الغضب الذي يمنعه من القضاء أو يشوش فكره في فهم الحجة وأن يكون معروفاً بالتأني وطول النظر وأن يكون ذا فطنةٍ ويقضة فلا يكون مغفلاً وأن يكون عليماً بأحوال الناس وأعرافهم لأن لا يخدعوه وأن يكون عالماً بلغات ولهجات أهل بلده حتى يحمل كل لفظٍ على معناه المطلوب منه وأن يكون بصيراً بأحكام من سبقوه في مثل هذه القضايا وأن يكون عفيفاً ورعاً نزيهاً عن الطمع في الدنيا وأن يكون صادقاً لهجة غير معروفٍ بالكذب وأن يكون ذا رأيٍ صائبٍ وأن لا يكون جباراً ولا عسوفاً ولا ظالماً وأن يكون ذا هيبةٍ ووقارٍ في مجلس الحكم وكما ذكرت لكم وفقكم الله أن هذه الشروط منها ما يتعلق بصحة الولاية ومنها ما يتعلق بأكملية وأفضلية الولاية فلا بد أن نعرف كل شرطٍ وما يدل عليه في هذا الباب ومن الكليات أيضاً ومن الكليات أيضاً كل شرطٍ في منصبٍ ديني كل شرطٍ في منصبٍ دينيٍ فيطلب في كل زمانٍ بحسب الإمكان كل شرطٍ في منصبٍ ديني فيطلب في كل زمانٍ بحسب الإمكان أقول وبالله التوفيق وذلك لأن أهل الزمان في تغيُّرٍ دائم فلا يُطلب في المناصب الدينية الشروط التي كان يطلبها السلف الصالح في أوقات الدين وقوة الإيمان لأن ذلك مما يُفضي إلى تعطيل كثيرٍ من هذه المناصب الدينية إذ أننا لو طبَّقنا الشروط التي يذكرها أهل العلم في كتبهم على المُتقدِّم لهذا المنصب الديني فلربما لا يصلح في هذا الزمان أحدٌ لتولي هذا المنصب ومن مقاصد الشريعة أن تكون هذه المناصب قائمة بالأصلح من أهل زمانه ولذلك فإن شروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان وأنه يجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدلُّ كلام الأئمة رحمهم الله تعالى فلو لم يُوجَد في الزمان إلا الفُسَّاق فنُولِّي أصلحَهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً وإذا لم نجد في زمانٍ إلا المُقلِّدين فنُولِّي أعدَلَهم وأعرفَهم بمسائل التقليد حتى لا تتعطَّل هذه المناصب قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان انتهى كلامه فسدًا لذريعة تعطل المصالح الناس الدينية والدنيوية لا بد أن نُخفِّف في كثيرٍ من الشروط إذا لم نجد من أهل الزمان من يصلحوا لهذه الشروط ومن الكُلِّيات أيضًا كلُّ ما منع التولية ابتداءً فيمنعها دوامًا كلُّ ما منع التولية ابتداءً فيمنعها دوامًا أقول وبالله التوفيق ونعني بذلك شروط الصحة التي تقدَّم الكلام عليها في كليةٍ سابقة فإذا طرأ جنونٌ على القاضي فإن الجنون الطارئ يمنع من قضائه كما يمنعه ابتداءً وإذا طرأ فسقٌ على القاضي فإن فسقه يمنعه من مواصلة قضائه كما يمنعه من ابتدائه وإذا طرأ عليه كفرٌ أو ردةٌ والعياذ بالله فإن كفره أو ردته تمنعه من مواصلة قضائه كما تمنعه من ابتدائه بل لو أننا قدَّرنا أن القاضي صار يفقد الذاكرة ويكثر نسيانه وفقد علميته واجتهاده فإننا نعزله عن منصب القضاء ولا شك في ذلك ولو قدَّرنا أن القاضي مرضاً مرضاً يمنعه من القضاء فإننا نعزله كما أن هذا المرض الذي يمنع من القضاء مانعٌ من الابتداء فيكون مانعاً من الدوام والله أعلم ومن الكليات أيضاً كل حالةٍ تضعف فهم الحجج فيحرم معها القضاء كل حالةٍ تضعف فهم الحجج فيحرم معها القضاء أقول وبالله التوفيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضباً فلما تأملنا الحكمة من هذا الحديث وجدنا أن الغضب مما يهجم على العقل ويمنعه من الفهم ويوجب له التشويس ويحجب عن العقل فهمه فلا يستطيع القاضي حال كونه غضباناً أن يفهم الحجج أو يقارن بينها لأن عقله صار مشغولاً بالغضب والمتقرر في القواعد أن المشغول لا يشغل وبما أننا عرفنا هذه العلة فإن المتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً والمتقرر في القواعد أنه إذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام وإذا اختلفت العلل اختلفت الأحكام فيدخل في ذلك الغضب دخول أصالة ويدخل في ذلك الحر المفرط الذي يشوش العقل ويدخل فيه كذلك البرد المفرط الذي يؤذي الجسد ويدخل فيه الجوع المفرط أو الضماء المفرط ويدخل فيه كذلك استغال قلب القاضي ببعض المشاكل الكبيرة سواء أكانت أسرية أو غيرها من المشاكل ويدخل فيه المرض الذي يشغل قلبه وعقله عن فهم الحجة وقد ذكر الفقهاء جملاً مما يدخل في ذلك لكن هذا المعنى العام والكلية العامة هي التي تجمعها فمتى ما طرأ على القاضي شيء يشغل فكره ويمنعه من فهم الحجج فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يتولى القضاء حتى يزولا ذلك المانع ومن الكليات أيضاً ومن الكليات أيضاً ولا أدري عن رقمها عندكم كل ما كان من صور العدل بين الخصوم فمن واجبات القاضي كل ما كان من صور العدل بين الخصوم ومن واجبات القاضي أقول وبالله التوفيق وذلك لأن القضاء في الشريعة مبناه على العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية بتمامها والعدل هو الشريعة التي لا استثناء فيها مطلقاً فيجب العدل مع القريب لقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرباً ويجب العدل مع العدو لقول الله عز وجل ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فينبغي للقاضي أن يحرص على إقامة العدل بين الخصوم في مجلس قضائه فكل صورة تدخل تحت إقامة العدل أيًا كان نوعها أو زمانها فإنها مطلوبة في حق القاضي فيعدل بينهما في لحظه أي في نظره بعينيه فلا ينصب نظر القاضي على أحد الخصمين دون الآخر وأن يعدل بينهما بلفظه فلا ينصب بالكلام مع أحد الخصوم والخصم الآخر لا يتكلم معه ويجب أن يعدل بينهما في مجلسه بمعنى أن يجلس بينهما فلا يميل في مجلسه لا إلى الخصم الأول ولا إلى الخصم الثاني بل ويعدل بينهما في مرتبة الجلوس فلا يجلس هذا على كرسي جديد وعلى هذا على كرسي قديم أو يكون هذا الخصم قريباً منه والخصم الآخر بعيداً عنه أو أن يكون أحد الخصمين أعلى في جلوسه والخصم الثاني أنزل إلا في حالة ما إذا كان أحد الخصمين كافراً فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويجب أن يعدل بينهما في الدخول عليه فلا يدخل أحد الخصمين ويغلق الباب والخصم الآخر خارج مجلس القضاء فإن ذلك مما يكسر نفسه ولأنه إذا ميز بينهما بمثل هذه الصور المجانباً للعدل فإن ذلك أدعى لكسر قلبي أحد الخصمين فيكون ذلك سبباً لعدم إدلائه بحجته على وجه الصحيح ومن ذلك أيضاً أن يعدل بينهما في السلام عليهما فلا يلقي السلام على أحدهما والآخر لا يسلم عليه أو في رد السلام عليهما فلا يرد السلام على من سلم ويترك رده على المسلم الآخر ويعدل بينهما في تلقين الخصمين حجتهما بمعنى أنه يبين حجتهما فلا ينصب على أحد الخصمين فيقول إن سألتك عن كذا فأجب بكذا والخصم الآخر لا يلقنه حجته فإما أن يترك التلقين أصالة وإما أن يلقن الطرفين لأن هذا من صور العدل التي لا بد من قيامها في مجلس القضاء ويجب أن يعدل بينهما في ابتسامته أو التبسط مع الخصمين فلا يتبسم لأحدهما دون الآخر ولا يتبسط مع أحدهما دون الآخر بل ويجب أن يعدل بينهما في ضيافته فلا ينبغي إذا دخل أحد الخصمين يكرمه بالقهوة والتمر والآخر لا يكرمه بشيء من ذلك وإذا قام للسلام على أحد الخصمين فلا بد أن يقوم للخصم الآخر فلا يسلم على أحدهما قائما وعلى الآخر جالسا والصور التي ينص عليها الفقهاء كثيرا جدا ولكن يجمعها هذه الكلية الطيبة فكل ما كان من صور العدل بين الخصوم فإنه من واجب القاضي والله أعلم هذا الإسلام ومن الكليات أيضا كل هدية من مرؤوس لرئيس دخلها التعيين فمحرمة كل هدية من مرؤوس لرئيس كل هدية من مرؤوس لرئيس دخلها التعيين فمحرمة إلا لعادة جارية أقول وبالله التوفيق وهذه الكلية تتخرج على قاعدة سد الذرائع فإن كثيرا من الناس لا يقصد بهديته لرؤسائه في العمل إلا أن يتزلف إلى قلوبهم لتحليل شيء من الحرام أو تحليم شيء من الحلال أو تقديمهم أو تقديم من حقه التأخير أو تأخير من حقه التقديم أو للتحايل على النظام أو لإسقاط شيء من مقتضياته عنه فبما أن أغلب هذه الهدايا قد تفضي إلى هذه المفاسد جاءت الشريعة بسد بابها وإغلاق سد وإحكام سده وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء بها قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا نستعمل منكم رجالا على ما ولان الله عز وجل فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا لي أفلا جلس في بيت أبيه أو قال في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسنادٍ جيد وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسنادٍ حسنٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول أي هدية المرؤوس للرئيس وهذه الهدايا قد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمها لما فيها من التحايل على إحقاق باطلٍ أو إبطال حق فهي هدايا حيلة لا يراد بها التأليف وإنما يراد بها التحايل وهذه الهدايا نعرف حرمتها بدخول التعيين في أحد طرفيها فمتى ما دخل في أحد طرفيها التعيين صارت حراماً وبناءً على ذلك فالأقسام أربعة ونحن نتكلم عن هدية المرؤوس للرئيس فلا تخلو من أربعة أقسامٍ أن تكون هديةً من معينٍ لمعين فدخل التعيين في طرفيها جميعاً فتكون حراماً كمحمدٍ المرؤوس يهدي زيداً الرئيس هديةً من معينٍ لمعينٍ فلا جرم في كونها حراماً الثاني من معينٍ لغير معينٍ كهدية زيدٍ المرؤوس لرؤسائه في العمل من غير تعيينٍ لواحدٍ منهم فهذه هديةٌ محرمة لأن التعيين دخل في أحد طرفيها القسم الثالث القسم الثالث هديةٌ من غير معينٍ لمعينٍ كالموظفين في دائرة اجتمعوا على شراء هديةٍ لزيدٍ الرئيس فهذه هديةٌ دخل التعيين في أحد طرفيها طرفيها فتكون حراماً القسم الرابع هديةٌ من غير معينٍ لغير معينٍ فالهدية في هذه الحالة جائزٌ لزوال المفسدة عنها كالموظفين جميعاً من غير تعيينٍ يضعون وجبةً يأكل منها الموظفون والرؤساء فيأكل منها المرؤوس والرئيس كالأيام المفتوحة في المدارس في الأعم الأغلب فإن الرئيس يجلس على هذا الصحن ولا يدري صحن من فالهدية في مثل هذه الصورة الرابعة تكون من غير معينٍ لغير معينٍ فتفوت مفسدتها فمتى من انتفى التعيين انتفت المفسدة فمتى من انتفى التعيين انتفت المفسدة وبناءً على ذلك فلا يجوز لأحد الخصوم أن يهدي القاضي شيئًا ولا لأفراد المحافظة أن يهدوا المحافظة شيئًا إذا دخل هديتهم التعيين إلا في حالة أو في حالتين الحالة الأولى ذكرتها في القاعدة أو في الكلية وهي قولنا ما لم يجري بذلك عادة لأنه إن كان ثم تعادة جارية بين المرؤوس والرئيس قبل تولي الرئاسة في هذه الهدية فإنه يغلب على ظننا أن الهدية لا يراد بها المنصب وإنما يراد بها الشخص فلو أن محمدًا كان يهدي زيدًا هديةً كل عامٍ ثم تولى زيدٌ رئاسةً على محمد فإن محمدًا يجوز له أن يستمر في هذه الهدية لأنها هديةٌ عن عادةٍ جارية وهناك حالةٌ ثانية وهي إذا ما كان الرئيس سيُثيب عليها بمثلها أو أزيت كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها وهو إمام المسلمين وقاضيهم في زمانه ففي هاتين الحالتين لا بأس أن يقبل الرئيس من مرؤوسيه هديةً أي إن كانت لعادةٍ جارية قبل تولي الرئاسة أو كان الرئيس سيُثيب من أهداه بمثلها أو أزيد أو أفضل منها لزوال المفسدة وذهاب المنة في مثل هذه الهدايا الله أعلم ومن الكليات أيضاً كل من خالف أصلاً كل من خالف أصلاً أو ظاهراً أو أو عُرْفاً فَمُدَّعٍ وَعَكْسُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أُعِيدُهَ مَرَّةً أُخْرَى لَأَهَمِيَّتِهَا كُلُّ مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ أَصْلًا أو ظاهراً أو عُرْفاً فَمُدَّعٍ وَعَكْسُهُ أَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وذلك لأن من أعظم فروض القاضي أن يُميِّز بين المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه فإنه متى ما ميَّز بين المُدَّعي والمُدَّعَى عليه بان له وجه القضاء كما قال سعيد بن المُسيِّب رحمه الله تعالى من عرف المُدَّعي والمُدَّعَى عليه لم يلتبِس عليه ما يحكم به وقال رحمه الله من ميَّز بين المُدَّعي والمُدَّعَى عليه فقد عرف وجه القضاء وقال الإمام بن فرحون رحمه الله تعالى علم القضاء يدور على معرفة المُدَّعي والمُدَّعَى عليه ولم يختلفوا في حُكم ما لكلٍّ منهما وإنما اختلفوا فقط في تعريف كلٍّ منهما وإذا نظرت إلى خلاف أهل العلم في تعريف حقيقة المُدَّعي من المُدَّعَى عليه لوجدت أقوالاً كثيرةً في هذه المسألة فقيل إن المُدَّعي من لا يُجبر على الخُصومة إذا تركها والمُدَّعَى عليه من يُجبر عليها ويُلزم بحضور مجلس القضاء إذا تركها والحقُّ عندي أن هذا لا يصلح أن يكون فرقاناً لأنه تفريقٌ بالأثر والتفريقُ بالأثار قبل معرفة الفرقان الذاتي قصورٌ في التفريق وقال بعضهم إن المُدَّعي من لا يستحقُّ الحقَّ إلا بحُجَّة والمُدَّعَى عليه من يستحقُّ بقوله بلا حُجَّة وهذا أيضاً من باب التفريق بالأثار فإن مُطالبتي لهذا بالحُجَّة وعدم مُطالبتي لهذا بالحُجَّة وقيل بأن المُدَّعي من يبدأُ أولًا والمُدَّعَى عليه من يُجيبُ على الدعوة وهذا قصور فقد يكون من يُجيبُ على الدعوة هو المُدَّعي ومن يبدأُ أولًا هو المُدَّعَى عليه فقد يأتي رجلٌ ويقول ويرفعُ قضيةً على أن فلانًا يطلبُه دَيْنًا وهو كاذب ويطلبُ من القضاءِ أن يكفيَهُ شرَّه فيكون هو المُدَّعَى عليه وقد بدأَ أولًا وقيل بأن المُدَّعي هو الطالب لغيره لغيره والمُدَّعَى عليه هو المطلوب لغيره وهذا أيضًا قصورٌ في التفريق وقيل بأن المُدَّعي هو المُثبِت والمُدَّعَى عليه هو المُنكر وهذا يدلُّ عليه قولُ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من؟ أنكر ولكنه أيضًا يحتاج إلى شيءٍ من التحرير فإن قلتَ وما القولُ الصحيحُ في التفريقِ بينهما فأقول هو ما قررته هذه الكلية ولعظمي إلى أمر فقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفروق قاعد في التفريق بين المُدَّعي والمُدَّعى عليه وذكر كلامًا كثيرًا هذه الكلية مُختصر كلامه بأنني أعرف المُدَّعي من المُدَّعى عليه بنوع الدعوة فإذا كان أحدُهما يُخالِفُ قولُه أصلاً متقرِّراً أو يُخالِفُ قولُه ظاهراً معروفاً أو يُخالِفُ قولُه عُرفاً متقرِّراً فكلُّ من خالَفَ قولُه أصلاً أو ظاهراً أو عُرفاً فهو في الخُصومة مُدَّعٍ وَأَمَّا مَنْ كَانَ قَوْلُهُ مُتَّفِقًا مع الأصل ومُتَّفِقًا مع الظاهر ومُتَّفِقًا مع العُرف فإنه المُدَّعى عليه بغض النظر عن من يبدأ أولًا فلو جاءني رجلٌ وقال هذا في ذِمَّةِ هذا لي عشرة آلافٍ فهو الآن يُخالِف أصلاً لأن الأصل المُتقرِّر براءة الذِمَّة فإذاً أقول أنت المُدَّعي فلابد أن تأتي ببينة والأمثلة على ذلك كثيراً فلابد أن يستمع القاضي للخصمين جميعًا قبل أن يُحدِّد المُدَّعي والمُدَّعى عليه ثم ينظر في الأصل والظاهر أو العُرف المُتقرِّر في هذه الخصومة فمن كان قوله مُخالِفًا للأصل في هذه الخصومة أو مُخالِفًا للظاهر أو للعُرف المُتقرِّر في هذه الخصومة فإنه هو المُدَّعي والطرف الآخر هو المُدَّعى عليه فحينئذ يتحرَّر وجه القضاء ويعرف من تُطلب منه الحُجَّة ممن لا تُطلب من تُطلب منه اليمين ممن لا تُطلب من تُطلب منه البيِّنة ممن لا يُطلب من من الذي يُطلب لحضور المجلس ومن الذي يُترك إذا ذهب من نفسه ولا يُستدعى في مجلس القضاء فالتحرير بين المُدَّعي والمُدَّعى عليه مطلبٌ عظيمٌ في باب القضاء وهذه الكلية هي الفُرقان الذي لا يُنْخَرِم بإذن الله عز وجل ومن الكُلِّيَّات أيضاً كلُّ قضاءٍ في خُصومة فمبنيٌ على استماع أطرافها كم رقم هذه؟ كلُّ قضاءٍ في خُصومة فمبنيٌ على استماع أطرافها أقول وبالله التوفيق وذلك لأن المُتقرِّر في الشرع أن الحُكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره ولأن الله عز وجل قال فيه داود عليه الصلاة والسلام وهل أتاك نبأ الخصم؟ إذ تسوَّروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعضٍ فاحكم بيننا بالحق ولا تُشتِتْ وهدنا إلى سواء الصراط ثم بادأ أحدُ المُدَّعين بدعواه فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك ثم بعد ذلك تبين له ما قصه الله عز وجل في قصته حتى قال فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَبْ فَإِذَا تَقَضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِي لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ حُجَّتِهِ أَوِ النَّظَرِ فِي بَيِّنَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَمِعَ لِالطَّرَفِ الْآخَرِ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا تَقَضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِي لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْمَعُ جَوَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء والله أعلم ومن الكليات أيضاً كلُّ من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه كلُّ من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه عيدة مرة ثانية كل من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه أقول وبالله التوفيق وذلك لأن المتقرر في القواعد أن الحق أحق أن يتبع وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ولكن هذه الكلية يشكل عليها كلية أخذناها في الدرس الماضي وهي أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فكيف نجمع بينهما الجواب نجمع بينهما بأن الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يخلو من حالتين إما أن يكون حكما صادرا عن اجتهاد كامل واستفراغ وسع تام ثم يتبين بعد ذلك خطأه وإما أن يكون حكما صادرا عن اجتهاد قاصر ناقص في النظر في الأدلة أو الحجج والبراغين ثم يتبين بعد ذلك خطأه فقولنا بأن ما حكم به القاضي عن اجتهاد فلا ينقض باجتهاد آخر مبني على ذلك الاجتهاد الكامل الذي استوفى كافة أركانه والنظر في كافة جزئياته وقولنا في هذه الكلية بأن من بان له خطأ ما حكم به فينقض مبني على ذلك الاجتهاد القاصر الناقص الذي استعجل القاضي في إصدار الحكم فيه بمجرد النظر إلى حجة أحدهما دون إلى آخر أو لم يستوفي النظر في الأدلة في المسألة وبالتفريق بين الاجتهاد الكامل والاجتهاد الناقص يتبين لنا وجه الجمع بين هاتين الكليتين وعلى ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى قال ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والله أعلم ومن الكليات أيضا ولا أدري عن رقمها العاشرة كل مجتهد فيتعبد لله باجتهاد نفسه كل مجتهد فيتعبد لله عز وجل باجتهاد نفسه كل مجتهد فيتعبد لله باجتهاد نفسه وذلك لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيفهم من هذه الآية أنكم إن كنتم على علم ودراية بطرائق الترجيح وقواعد الاستنباط واستوفيتم سروط الإجتهاد فإنه لا يجب عليكم السؤال وإنما تتعبدون الله عز وجل بما أداكم إليه اجتهادكم فلا ينبغي للمجتهد أن يقلد أبداً في دائرة الاختيار إلا إن حلت به ضرورة فلا بأس بتقليد المجتهد اضطراراً لاختياراً وبناء على ذلك فلا يجب على القاضي أن لا يقضي فيما يعرض عليه من القضايا بقضاء من سبقه تقليداً إن كان مجتهداً وإنما عليه أن يبذل وسعه في معرفة الحق في هذه القضية على ما يؤديه إليه اجتهاده فكل من استوفى أدوات الاجتهاد وشرائطه المقررة في أصول الفقه فإنه لا يحل له أن يتعبد لله عز وجل في عبادة أو قضاء بتقليد غيره وإنما عليه هو في خاصة نفسه أن يجتهد وأن يتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده وهذا آخر ما أردت شرحه من الكليات في هذا الدرس المبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر